وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدان الهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد وصل إلى القاهرة أمس في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة وكان فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولية بجانب عدد من الوزراء وإكبار المسؤولين والمصريين ورحب الرئيس المصري خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايدان الهيان والوفد المرافق وتبادل لحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية لتجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين اشتركوا في القناة